يارووني يجيني من إداء لا أعلم ما أقول لكن يستطيعون أنت زعلاني زي كل مرة أني أغيب على القناة كثير لكن من جد حالتي الصحية ما كانت تدعم والحدي الآن حالتي ضعي عندي ألرغي فهذا السبب هو غيابي وكماً الحاجة الجديدة اللي صاد في بيتنا إنو احنا أزلنا بيت جديد إن شاء الله راح أعمل بلوكات عن بيتنا بالمستقبل فما علينا المهون أنا سألتكم سؤال إيش حابين فلوك أو قصص فكامل الأغلبية طالبين قصص يجد لكم القصة اللي هي لسه تطازجة يعني ما صار له إلا إسبوعين وصار لي هذا القصة وراح حكي لكم إياه بس قبل ما أبدأ الفيديو لا تنسوا تعبيني سبسكرايب و لايك تشاركوني بكمونتاتكم الحلوة وشكروا على دعمكم لي ما كنتم تتخيلة هذا العدد الكثير اللي رح يحبني ويلي تابعني واحبكم كلكم وإن شاء الله أنا زر لكم أكثر وكتر يلا خلينا نشور رح بدلكم القصة من بدايته سمعوني للنهاية المخير جت لي رسالة من صاحبتي تقول لي أنه عندنا صديقتنا رح تشترك في امتحان خاص للأجانب هذا الامتحان امتحان للغة حقية الكورية بس للأجانب يعني الجامعيين ممكن يسجلوا فيه المتوسطة يسجل فيه الثانوية الابتدائي كلهم كلهم لمتحديد مستواهم الكوري يعني لو عمومة لغتهم الكورية كويسة أو لا فممكن تأخذ الأوائل على مستوى كل الأجانب يعني في صينيين في عرب في يعني من كل الدول يعني فرنسيين أمريكان من كل الدول فهذا الامتحان اسمه توبيك يحدد مستوى الشخص في اللغة الكورية بالنفس الوقت أنا مو عرفة إيش فائدة مرة بس أنا سمعت أنه أنا عشاني ثانوية ممكن عشان كأجانبية يدعمني أني أدخل جامعة كويسة فاشتركت فيه بالنفس الوقت كنت حابة أنه أعرف مستوايا فوافقت عني أشترك مع صديقتي على أساس أن صديقتي راح تدخل في الموضوع يعني تدخل في الامتحان وأنها خلاص سجلت رسلت الصورة حقتي والمعلومات الشخصية للأستاذ وهو راح سجلني فاللي صار دفعت له الفلوس والفلوس تقريبا 40 دولار وسجلت وأوكي وخلصت كل شيء فاليوم الثاني سأل صاحتي إذا سجلت أو لا فقالت لي لا نسيت وكذا وما كنت أعرف فالحين لازم أسجل ممكن أسجل راح تسألت الأستاذ فالأستاذ قال لها لا ما فيه راح الوقت عليك ذيك اللح راح تحسيت أني أكلت هوا فالمهم ظنج تقولت أوكي يعني مو مهم المهم أني أحدد مستوايا وأعرف مستوايا كويس أو لا فبدأت تخذر للامتحان التوبيك وذاكر أنه الامتحان عبارة عن كتابة وسمع ونفس الوقت إلقي اللي هي جب لك جملة ويقول لك أكمل الجملة جملة مناسبة زي كذا فالمهم ذكرت وحضرت وكان الامتحان عبوا أنه قبل التعزيل لانه من البيت بعد التعزيل لانه من البيت بيومين تخيلوا نحن نعزل وفي يومين كان الامتحان فما في وقت كان ينرى مرة ضيق و الوقت ضيق فأنا طنجت الأمر روحت ذاكرت وبدأت حضر النقلة والتعزيلة وزي كذا المهم خلصنا كل شيء عزلنا البيت وكذا جاء موعد الامتحان والأستاذ قبل موعد الامتحان بيومين أعطاني ورقة قلت لي هذه أتعلميها كول لها تقريبا صفحتين أذاكر فيه كتابة ومراجعة وقال لي هذه مؤكد رح تدخل في الامتحان فأنا قاعدت أراجع فيها تقريبا قبل الامتحان بيوم قاعدت أذاكر فيها والله يعني ما نمتلال قاعدت أراجع فيها عشان أبغى أكون مستوائي عالي ونفس الوقت ما أكون خايفة للأستاذ ويقول لي أنت خيبت أمنا في الامتحان لأي جاتي درجة موكي قد كذا وكذا وكنت حابة أني أكون الأولى لأنه لي فترة طويلة في مطوريا فالمهم حضرت كل شي فروحت أشير لنشوفوا الامتحان يعني كان الامتحان نشوفه في جامعة جامعة قنم في قنم معرفي يوئين زي كذا هذه جامعة قنم رح نشوف في امتحان التوبيك فقا أول ما رحت طلعت القطار طلعت الباص بعد قطار يعني تبعت عن بيت أنا الجديد تقريبا ساعة ونص زي كذا المهد طلعت القطار يعني بدلت تقيت بعض الأجانب هنا كانوا رايحين لنفس الجامعة وبعدا كفر الله خيرهم دلوني على الطريق وكذا قال المهم رحنا كلنا وتعرفت على بعض البنات كما كانوا من الصين مرة كانوا كويسات وحبوبات وكان ما شاء الله لغتهم الكورية روعة رغم أنهم ما صار لهم فترة في الكوريا لدرجة أني حسرت أنهم أصرهم كورياء وعايشين في الصين قالوا لي لا هم متعلمين في كوريا فالهم ما هم يعني صعد تعنات عليه وخلص فروحنا اتأكدوا من هويتي مع الورقة اللي أعطوني ورقة الجلوس مع المعلومات حقتي بعدين دخلت الصف اللي اللجنة اللي لازم نشوفي للمتعانات أشوف طالع كلهم أجانب بس أغلبيتهم كانوا أساويين يعني كان في شوية روسيين على أفريكان بس أغلبية كل الناس اللي وورايا واللي جنبي واللي حولي كلهم أساويين من الصين تايلاند أغلبية كلهم أساويين فذيكاللحظة كنت أنا مرة تعبانة بسبب السهر أول شيء ثاني شيء صحيح أنت ما كانت تدعمني أنه كان عندي ألرقي وبنفس الوقت فترة هذه صار عندي ضوخة وتعب كثير يعني تعبت هذه فترة مرة فالي صار أنه سلمنا جوالاتنا داخل الأستاذ والأستاذة قالوا لنا أعطونا الجوالات سلمنا لهم جوالاتنا وسلمنا كل شيء يخص على الامتحانات وقفرنا كل شيء فيحكي لنا يتكلم والأستاذ والله ما كنت بركز ذيك اللحظة معاه كنت قاعدة أفكر كيف أسوي بالامتحان الكلام اللي حفظته رح أكون كويس فيه أو لا كان يتكلم الأستاذ منذ من الكرام قال للأستاذ أنكم تسلموا كل حاج وما تبقوا شيء بعدين أقنون كلا سلمنا كل شيء ولا تغشيوا ولا من هذا القبيل بعدين شوية رح وزع لنا ورقة الإجابات يعني لازم ناجد الجاوب على اللي هي حقة التنقيل نفسها تقريبا المدرسة نفسها تقريبا فقال أكتب أساميكم ومعلوماتكم كتبت اسمي بالإنجليزي واسمي بالكوري ومعلوماتكم لا فبعدين بعدين بعدين بشوية رح سلمنا الورق حقت الأسئلة فانتهينا سلمنا مرقة الأسئلة فهو يتكلم يقول لا تفتحوا مرقة الأسئلة أنا والله ذيك اللحظة ما سمعته ذيك اللحظة ما سمعته وكمان عندي شيء اسمه فضول يعني أنا من وقت ما عارف نفسي حتى في الإمتحانات أفتح شوية بين السؤال بس عادي يعني مو عندنا مرة في الإمتحانات الثانوية وقدو ثانوية وكذا عادي لو أنت تفتح السؤال قبل ما يبدأ قال لهذا بس مو موالك كذا يعني يأزموا الشيء فليسار أنه أنا فتحت الأسئلة وقلبتها فقلبتها ورجعتها زيما هي الحمد لله الأستاذ والأستاذة ما شافوني ما كنت عارفة يعني أنا ما سمعتهم ولا والله لو كنت سمعت وميقولوا لا ولا هذا ما كنت أفتح بس ما شفت شيء كنت بس إلا أقلب فليسار أنه في واحدة من الأجانب قامت نادة الأستاذ استغرب يعني أنا ما أضح حط شيء بعدين نادت وطلفت كذا لاحا لفت لها قامت تأشير علي بكلام وانا ذيكا لحظة مريضة ومشعة مركزة إيش تقول هذي قامت تأشير علي وتقولي كذا مباشرة الأستاذ خلص الكلام من عنده وجل عندي يقول لي أنتي شفت الأسئلة فتحت الأسئلة ذيكا ما فهم يقول لي ما مستوعب كلامه يقول لي هذي أوراقي وهذا كل شيء أخذ أوراقي بعدين شاء من كذا طلعني ما استغربته ذيكا اللحظة كنت مرة ممركزة لكي أرد أو أقول لا أو كذا مرة كان رأس مصدع ذيكا اللحظة فاللي استغربته أنه في وحدة أجنبية زي وزيها تفتن علي قلوا ما شافني الأستاذ ولا الأستاذة تقوم تفتن علي وتسوي هذا الشيء عشان ما عرف ليش مرر الموضوع مستفز يعني عيب لو أنا أجنبي برضو أنا ما قشرت ما فيش شيء حسسني بذيكا اللحظة شعور أني أنا قشاشا طلعني ببرى اللجنة ورح قل لي وداني للمكتب حق الجامعة بعدين نقول لهم والله ما سمعت أنا تعبابنا صار لي كذا ما يرد المطنشين كلامي أنا من قاهرة كان كل قهري من هذه الأجنبية اللي هي فتنت عليها ليش توصل فيها الحقارة إنها تسوي هذا الموقف يعني أنا لغشيت ولا شافني أجنب شيء لسه ما بدأ كان بس باقي دقيقة يمكن على الأمتحان كان باقي دقيقة وبعدين نبدأ فطلعني لللجنة يقول لي قلت له إيش يعني إنه طلعوني كده إيش سويت يعني حسيت موضوع خطير قال لي انت شفت الورقة قلت له طيب أنا ما سمعت لماذا أنتم يعني معذرينا كده بالنهاية هذا الورقة الأسئلة رح يرميها قالوا لي لا هذا ممنوع أنت لازم ترتزم بالنظام من هذا القبيل لا استخربت يعني امتحان أحبال يعني والله أنا حس ما لازم أصلا فقلت له يعني بتتردوني يعني خلاص قال ما ليش انت اليوم ما رح بدي امتحني معنا هذا الامتحان كده فقلت على ال40 دولار التي ضاعت علي أني إعامة دفعتها وبعدين ال40 دولار ما هي حاجة سهلة أنك تتفعي وبالنهاية قلت له بعدين طلعوا بعد ما كنت أتناقش مع الأستاذ طلعوا واحدة ثانية صينية ذيكا الصينية كانت تقولون إيش أنا سويك تم طلعين معنا الأوراق قالوا لحنا بس اللاهية مش فتحت السؤال كانت تراجع فوق سطح كانت تراجع اللغة الكورية فمهم كانت تكتوب بعدين قالوا لأنت كمان بعد تشوف الامتحان بكت وقالت أنا مسافرة الصين وان جاءت في منحة مو قيمة يعني فرصتي أحزن لأن أنا مقيمة في كوريا بس هي لا هي بعد يومين بتسافر الصين فلازم كانت تشوف الامتحان تختبره وتسافر يعني عشان كانت تطلع النتيجة كويسة أو لا فكانت تبكيلهم لو سمحتوا أرجوكم ولا ولا التغيير والله أنا ما تأثرت الحالتي زي متأثرت للبنت حالت مرة كان صعبة كنت بكي ذا كاللحظة بس كنت مسكي نفسك لا تبيني لهم أن كميت على الامتحان بس والله كان مجهورة أكثر شيء من الأجنبية هذه الحقيرة معليش على الكلام بس والله حركة حقيرة أنه أنا وأنت أنا وأجنب يعني عيب تزوي هذا الشيء هي كانت أسيوية يمكن عملت الحركة هذه عشان تبيلهم أن أنا أوه ملتزبة بالنظام وأن هذه البنت وخلف النظام ونحن ما مصير ما أدري أي شيء الحركة التي كانت تثبته بس كاعتبار هذه هذه الحركة مرة حقيرة من وحدة زي داخلك في لجنة لا تعرفك ولا تعرفي وتفتن عليك أنا صراحة مرة ما قبلتها ما عرف إذا أنتم لكم رأي آخر فأتمنى تشاركوني في الكومنتات على هذا الكلام يعني تشاركوني إيش رأيكم في الموضوع فاللي صار أنه قلونا مع السلامة قلت لهم طص ما ما هم ما المتحان لا يؤثر فيني ولا شيء أنا المتحان ورح يدعمني الدرجات المتحان أكثر من المتحان لكن ممكن أشترك لكي تحديد المستوى تحديد المستوى الكوري كان عندي أعرف ما هو المتحان وماذا تحديد ما هو المستوى ما هو نهايته ما هو كنت حابة أعرف فالوهم قالوا لهم مع السلامة قلتوا أنه مهتمة قال مستغرب المدير الجامعة قال لي لش مهتمة قلت لأنه عاد بالنهاية سأرى مرة ثانية أنا زعلانه بس على هذا البنت اللي مشيته بدون هذا ومشيت والله ما كان زعلي أكثر شيء إلا علشان الأربعين مجهورة كان من البنت كنت نوية أضربها أسوي أي موصيبة وزقيت خليني أرتزم حدولي ومشيت ووصلت البيت نومت نومت اللي يسموه رجال الكهف نومت نومة وصلنا لنهاية الفيديو وأتمنى يكون أعجبكم بس لو صار لكم هذا الموقف إيش كان رح تسووا؟ وإيش كان رح يكون ردة فعلكم في ذلك اللحظة؟ هل رح تستمروا وتحاولوا تجادلوا كذا؟ أو تظنوا بوضوع تمشو زي ما أعرف المهم؟ فأتمنى تشاركوني في الكومنتار لا تنسوا تعملي سوبسكرايب و لايك وتوصلوا هذا الفيديو 10 ألاف لايك بس 10 ألاف لايك بس 10 ألاف لايك أتمنى إنكم توصلوه لأن عندي مفاجات جديدة في الفيديوات الجاية وعنده أمور كثيرة و رح أنزيل إن شاء الله معلومات عني اللي حابين يعرفوا عني أكثر وأكثر وإن تنسوا تتابعوني على الإستجرام لأنني أنزل كل شيء عني في الإستجرام تقريبا قصصي أموري شاصية كلها أحبكم مرة وباي